هانادي الكندري بتولد للمرة الستة وبتجيب طفل وبتسميه نوح شاهده فخامت منزلها من جوة وده كانت الفيديوهات اللي نزلتها على حسابها على انستجرام مبروك لهانادي بايت ام للمرة الستة تعالوا نتعرف عليها اكتر في الفيديو ده هانادي الكندري من موليد 19 مارس عام 1987 ممثلة ومزيعة كويتية اسمها بالكامل هانادي عبداللطيف الكندري وموليد الكويت جنسيتها كويتية وزوجها الحالي محمد الحداد عندها خمس اطفال يوسف عبدالله عبداللطيف آدم وإيفا سنوات النشاط من 2008 الحدد دلوقتي حاصلوا على شهادة السنوية العامة وعمل الصحفية في بدايتها في احدى الصحف بدأت العامل الفني كمقدمة برنامج رأيكم شباب اللي يبث على قناة الرأي واستمرت بتقديمه من سبتمبر 2008 لاغسطس 2009 واصلت مشوارها الفني ولكن كممثلة بعد كده وشركت في مسلسل مذكرات عائلية جدا مع الفنان ابراهيم الحربي وهدى الخطيب وبعد نجاحها خلاله استمرت بالتمثيل في بداية دخولها للمجال الاعلامي كانت بتلبس الحجاب لكن اول ما دخلت التمثيل في عام 2011 في نهاية العام قررت خلقه تزوجت للمرة الاولى من والد ابنائها التلاتة يوسف وعبدالله وعبداللطيف انفصلوا بعد كده وبعد كده تتجوزت من الممثل عبدالله بهم الا انها انفصلت في ابريل 2013 بعد زواج استمر بس شهرين وبعد انفصلها اتجوزت من المخرج محمد الحداد في مارس 2014 وفي اكتوبر من العام نفسه جابت توقم آدم وإيفا ودلوقتي بتجيب نوح وبتصبح ام للمرة السادة من اعمالها في التلفزيون عام 2012 مذكرات عائلية جدا مجموعة انسان حلفته عمري مطلقات صغيرات ولان اطلب الطلاق واستمرت اعمالها وكان اخر عمل قامت به هو مسلسل كيد الحريم لرمضان عام 2022 وقامت بدور هانادي قامت كمان بالعديد من المسرحيات واخرهم مسرحية زيتورا اللي بتنعيرت دلوقتي في الكويت ومعاها من الابطال هيالي دهراب واحمد النجار وروان العلي وإيمان فيصل حيزت على بعض الجواز 2015 في مهرجان مميزون في رمضان عن درف مسسل زاكرة من ورق و2018 حيزت على جيزة المميزون في رمضان عن درف مسسل التاسع من فبراير وفي 2019 حيزت على جيزة عن درف مسسل وما أدراكه ما أمي تعالوا نتعرف أكتر على الفنان والمخرج محمد الحداد جزها من موليد 24 يناير عام 1982 هو ممثل ومخرج كويتي اسمه بالكامل محمد حسين الحداد جنسيته الكويت متجوز من هلادي الكندري ويعنده أولاد آدم وإيفا وماريا وكمان مؤخرا نوح سنوات النشاط من 2009 لحد دلوقتي عن حياته الأسرية كان عنده بنت اسمها ماريا من زوجته الأولى وانفصل عنها وتجوز من الممثلها نادر كاندري ورزق منها بالتوأم آدم وإيفا ومؤخرا نوح درس الإخراج وبدأ بإخراج الأغاني المصورة والعديد من البرامج التلفزيونية أهمها برنامج شوجي عام 2019 ولقب نفسه بـ reverse لأنه يشوف نفسه مختلف عن الناس شارك بالإخراج في مسرحية عالم الكرتون وأشرف إشراف عام عليها وقدم بعض الأعمال وشارك في مسلسل كلابش 3 مع الممثل أمير كرارا ومن آخر أعماله عام 2022 مسلسل كيد الحريب مع زوجته هانادي الكندري وروجينا وقدم كمان العديد من المسرحيات أخرهم مسرحية زيتورا ونال جايزة من مهرجان المميزون عن مشاركته بالعامل المصري في كلابش 3 والفيديو بيخلص ويرب يكون نال إعجابكم ومبروك لي هانادي ومحمد للمولودهم الجديد ويتربى في عزهم أشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي